ماذا هذا؟ هذا جديد يا عيال أول مرة أرى هذا تييم بس الله جامد والله يا عيال باقي شي بسيط بس ونخلص المبنى هذا يس أخيرا خلصنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم يا شباب؟ إن شاء الله طيبين رجعنا لكم في مقطع جديد من لعبة باورواش اللعبة الأسطورية محاكل غسيل اللي عطيتوني عليها دعم جدا أسطوري شكرا لكم هذه الحلقة بإذن الله ستنزل لكم يوم الجمعة لأنني قاعدة أصورها قبل فجمعة مباركة ولا تنسوني عيال تصلون على النبي الله ولا تنسون زر اللايك ترى اللايك ما راح يضر يا عيال زر واحد كده بس لايك وخلاص لت الموضوع والاشتراك في القناة ومشاهدة ممتعة طبعا يا شباب زي ما تشوفوني عيال في الحلقة الماضية وصلنا للمرحلة هذه من الحديقة أو مدينة الألعاب الصغيرة فرح نبدأ فيها يا عيال على السريع خلينا ننظفها يا عيال والله يا إنها بتأخذ مننا وقت والله بتطول معنا بس مو بمشكلة إحنا قد إحنا قد طبعا في الوقت هذا اللي أنا قاعد أسجل فيه نزلت لكم حلقة كينغ أوف ريتيل فما أتوقع منه الآن حاقدر أرد على تعليقاتكم لكن حتأخر شوية عساس أقدر أرد عليها فنبدأ على طول يا عيال بالتنظيف على السريع كافو 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 إيه زي الموضوع إزهلني عندي عندي وأنا بوهندي طبعا يا عيال أنا بديتها من اليسار بالشكل هذا على الجهة اليسار يا عيال وحبة حبة 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 ما أبغى بعدين أرجع أنه في نهاية الحلقة يكون باقي شي صغير تافه ولا عرفت وين مكانه فقعد أمشيع يا الحبة حبة طبعا زي ما تشوفون في بعض الأماكن قبل شوي لقيت هناك زي العشب أخضر اللي يطلع شفته الموية إذا طول في مكان زي بالضبط إن شاء الله أني ألقى واحد ثاني عدت سأوريكم إياه بس أنا هذاك راح لإني كنت أجرب عليها البخاخات أشوف هل يروح بالبخاخات ولا لازم شي اسمه ذا ولا لازم معدة خاصة أو شي زي كذا يعني بخاخ خاص لكن طلع الحمد لله أنه يروح لكن بالبخاخ الصغير مرة فإن شاء الله أنه ما يكثرون منه منطقة ذي والله يا عيال شوفوا أنا لي تقريبا عشر دقائق في المنطقة هذه بس الأرضية صعبة مراضية تخلص يا رجل فأنا عشان كذا خليتها في حلقة لحالها لأنني عرفت إنها بتطول بتاكل مني وقت مرة كثير فقلت خلينا أخليها في حلقة لحالها تستمتع فيها بإذن الله زي ما أنتم شايفين الخشب إيزي تنظيفه أو ليه والله مرة مو إيزي والله عصب إيزي يعني يعني العمود هذا تقريبا نظفناه أتوقع أنه في باقي حاجات خفيفة ياب باقي من الجهة هذه من وراء بشوف هل إنه كل قطعة لحالها ولا لازم أخلص المنطقة كلها لأن الآن أوكي باقي هنا عندنا شي صغير خلينا نشوف هالراح لا والله لسه الأرضية مراضة تنظف هاي شي صوي معها طيب هنا تقريبا خلصنا العمود هذا خلصناه يعيال يعني باستثناء أشياء صغيرة بس الآن نخلصها فيب إنه لازم أوكي أقدر أطلع من هنا حلو 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 يعني ما يحتاج لها سلم ولا شي خلاص طلعنا هلأ طيح من بين هذه لا ما طيح حلو 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 ألوه حلو طعنا ما عليه ما عليه الموضوع إيزي عيال الله شوفوا هو إيزي بس تدرون إيش المشكلة إنه يطول بس إلا هو إيزي يعني شوفوا 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 شايفين الشي الأخضر آه راح البخاخ طلع هذا يشيله لكن قبل شوي جربت هناك عيّة ما يروح إلا بالبخاخ القوي بس يعني عادي عشاني بأوريكم بس خلاص قرر إنه ما دقيقة قرر إنه ما يطلع مرة ثانية أبغى أسوي أيوه أبغى أسوي حركة هذه تعلمت الحلقة اللي فاتت فالأمة أنا شوف كيف إيزي أوكي عيال عرفت شيء نسيت أنا شوفوا لما أشر على البيت هذا شايفين فوق على اليسار طالعوا لي خط أبيض بالكامل لكن لما أشر على هذا يطلع لي نص لما أشر على فوق يطلع لي نص يعني إن هذه القطعتين مع بعض وهذه القطعة لحالها فبسم الله خلونا نطلع على فوق ونبدأ ننظف القطعة هذه يارب بس ما أطيح لنقروشة هيك كل شيء قعد أطيح يا ساتر وصخانة طبعا من تحت حرجع لها من تحت ما حاجيها من فوق أفضل يعني يكون قعد أميل شوي شوي يا حيال خلوه أيوا خليك كذا يا ساتر يا لوصخ يا ساتر يا ساتر يا ساتر يا حيال شفتوا حتى من جوه وصخانة يا ساتر يا الله باقي ورانا شغل كثير المشكلة حتى لو شريت بخاخات البخاخات يا عيال أسعارها غالية الأشياء اللي أستخدمها للرش أسعارها غالية يا عيال خلينا روح هنا شوفوا الأسعار بعشرة دولار عشرة دولار أنا معي خمسمية صح بس يقي حرام نخسر فإيش هذا هذا يتقع بخمسطعش بس إنه يقول لي أون دقيقة دقيقة خلنا نشوفها خلينا نشوفها ودي أجربها يا عيال وين ضيعتنا لا ما بي ذا هنا نحطها البخاخ وبعدين نختار الشي هذا خلي نظف والله يا عيال إنه يشيل بشكل كويس يعني أسمع صوت يارب إنه يطلع لكم خلاص قرب يخلص جي جي خلص خلص يا عيال والله قهر والله قهر يا عيال هذا قزاز هذا حديد هذا توقع أنه كمان قزاز هذا للخشب خلينا نشوف كيف وضع الخشب والله دائم لا بعيد مرة كذا كيف أطلع هنا هل أقدر أطلع كذا لا ما أقدر أطلع من هنا من وين نطلع هل لازم ندخل من هنا أوكي أوكي بشوف المنطقة دي شوفوا كيف قال لي هذي جرة إيش جرة إيش هذي حتى بالسموكي هذا أسد هذا خلينا طيب نشوف طوى يا أخي بطل والله بطل شوفوا إيش صار مدري إيش جاتني رسالة تشيف منت مدري إيش يقول لأن في صوت قطوة بس مدري وينها ولا أنا غلطان قريت كات قلت قطوة والله الله ما ينفع هذا حلو بس مشكلة أنه يعني منطقة بسيطة اللي أخذها يتعب أنا ليش الحين سحبت على هذا اللي قبل شوي ليش سحبت عليه من وين طيب ننزل كذا أوكي أورايت بنظف الشي هذا باقي لها من تحت يحتاج لتنظيف 25 دقيقة يعيال لنا بس في المنطقة دي 25 دقيقة مستوعبين أنتو الوقت دييم والله باقي ورانا خط طويل أخي باقي لي شي بسيط ما شونا يعيال ما عندهم ذالة والله شي بسيط يا أخي مشي خلاص قول لنا أن نظفتها كلها وأنت الموضوع أخيرا أخيرا خلصنا ذا يا ساتر شوفوا إش اللي باقي لنا يا عيال يلا استعنا على الشأة بالله لا ما في ذا أوكي الأرضية قرف الأرضية يا عيال أقسم لا تقرف خلينا رح أشتري بخاخ حق الأرضية والله بشتري لا متى أقعد كذا يا عيال فيه بخ فيه أنواع بخاخات هذا ب 250 أقوى من اللي عندنا هلأ أفضل أشتريه هذا هذا غالي هذا مرة يا عيال غالي هذا يا عيال بغامر بشتري ذا صح؟ هذا عندي طيب لي حاطل السعر ولا تطويرات ولا إيش فيه ريصان بس ما أدري هل هي أقدر أخذها أنا ولا لا هذه هي ما أدري إش فايدتها نشتري مشكل يا عيال روح يا حبيبي شكل الله ما أدري إش قاعد أشتري بس قاعد أشكل ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ولا ضغطة أقوى ولا إيش خلي حط أكبر ما أدري أحس عادي يا عيال ما أحس في أي فرق حس خسارة فلوس بس تبولي في التعليقات هل تشوفون في فرق ولا لا خلينا نجرب الثاني هذا حس لنا الكبير صار ينظف بس إنه يعني قريب من هذا ما في فرق أحس ما أدري هل تشوفون في فرق يعني هذا الشيء الأخضر اللي قلت لكم عليه خلي نظف بس المنطقة اللي حول عشس يبقى هو بس عشان شوفونه بشكل أوضح شوفوه يا عيال كيف شايفين خلي يروح بذاء يروح بس شويش لكن هذا هل يروح يب هذا يشيله هذا يشيله شوفوا يا عيال الشيء الأخضر هذاك شوفوا هنا بشكل أوضح شوفونا توقع الشيء هذا يشيله يب إيزي حبيبي إيزي إيزي حلو هذا نظفنا لحالة يعيال صدقون لي تقريبا للآن 40 دقيقة وإلى الآن في البيت هذا ما قدرت أخلصه 240 دقيقة يعيال لي أكثر والله كده أني خلاص مقربين على 50 دقيقة في البيت هذا بس الأصفر كل في البداية تحول والله مطول ذا مرة باقي مننا شيء بسيط زي ما أنتوا شايفين على اليسار فوق الخط لبيض قرب يخلص بس المشكلة والبلف اللي بعده إذا طيب الروف تقريبا خلصنا تقريبا باقي من جوه بس باقي من جوه هنطلع من هنا أوكي بشوي شو كفو يلا هذي توقع نهاية السقف هنا توقع أن السقف بين حسب قطعة لحاله توقع كذلك كذلك حلو كذلك وغلينا نشوف هلي نحسب أيوة بنحسب حلو نحسب السقف لحاله مع أنه من جوه ما نظفته كثير فمو مشكلة أهم شيء أنه نحسب ما عندي مشكلة أنا يا ساتري الأرضي يا هذي يا رب أنه يحسبونا الآن وما يطفشون الزيادة إن خلاص هو باقي بس حاجة بسيطة إن شاء الله نخلصها الآن أوه هذا لحالة أوكي خلصنا حلو 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 يا عيال باقي هذا هذا قل نظفناه من بره وخلصناه باقي لبس من جوه وفوق هنا هذا المكان أوكي توقعنا الآن بين حسب يعني في أي لحظة ممكن يقول لي يلا 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 باقي لهم حلو حلو أوه باقي هذا أوكي طبعا بتجي يعيال قصقصة كثير ما عليش لكن والله لازم كذا لازم خلوني أخلص هذه وأرجع لكم حلو خلصنا هذا وهذه خلصناها قبل شوي واش باقي كمان عندنا هذا مرة وصخان هنا خلني أعطيه الصغير هذا يلا 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 توقع باقي لنا السقف بس لو نخلصه حيحسبوا لنا توقع ما أدري نعايش على التوقعات يا عيال يوالله باقي السقف من برة بس كيف نطلع له أوكي تويا انتبه في عندي سلم أوكي تمام 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 حيلو والله ما انتبهت للسلم أشوف بقع غريبة يا عيال آه خفيفة إيزي يا حبيب إيزي طيب كيف هننظف الشكل خليه بالشكل هذا توقع كذا أنا ليه الفراسي لا حس كذا أفضل مدري ليه حس كذا أفضل حس لو أنه يعيال رخصوا أسعار البخاخات بيكون أفضل أقصد الشامبو الأشياء هذه من مزيلات الأوساخ لو رخصوها أو كذروا الكمية يكون أفضل يعني يرفع سعرها بس أنه يعطيك كمية كبيرة محترمة ياخد عشر دولار حس سعرها غالي لأنه ما يعطينا فلوس كثيرة أصلا من التنظيف هذا ما يعطينا شيء كثير يعني يا الله خمسمية ما ش تسوي خمسمية توقع أنه باقي من جوء من برة اللي هو هل هذا والله هذا نظيف باقي أوساخ بسيطة يا عيال إيزي أوكي من هنا أوكي نعطي أمها كذا زوم أوه ش هذا هذا جديد يا عيال أول مرة شوف هذا لا هذا لا هذا جديد هذا جديد والله جبار شوفوا شوفوا نسوي دواير بس والله جامد يا عيال هذا أول مرة شوفها والله ولا انتبهت لا تصدقون سقف عيما ينحسب أتوقع باقي من المنطقة أي وهي نظف هذه ما نظفناها يا عيال الآن نظفها على السريع كيف هزني يا عيال مدني شيني كذا تنحت كذا شوي فجعني فجعني والله يا عيال فجعني شوفوا شوفوا الدواير شوف 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 وين أبقي كذا ما كان مرة وصخان لا ما يوصل هناك صح هنا هل يوصل يبون كيف دائرة دقيقة نص نص بس الله جامد والله عجبني والله السالس عليه كيه نحسب الحمد لله خلينا نطلع أوكي لا قبل لا نطلع ننزل هنا عندنا الدرج هذا لازم ننظفه من تحت يا ساتر رقع من بره خلاص نظيف باقي لبس من جوه إن شاء الله إنه ينظف على السريع إن شاء الله أوكي 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 والله الأرضية اللي بتطول آه يا عيال أنا خلاص فصلت يكسب بالله فصلت يا عيال يا أخي تطول أوكي خلص الحمد لله الحمد لله خلصنا آه إش اللي باقي باقي هذا والله ذا بيأخل مننا وقت توقع هذا آخر شي بعد الأرضية هذا آخر شي بعد الأرضية يا عيال توقع هذه القطعة باقي لها بس شوي أوكي خلصناها خلصناها يا عيال وباقي عندنا طبعا هذا البيت ترى من جوه من فوق نظفته باقي بس من تحت من برا هذا اللي باقي توقع المنطقة هذه نظفتها ياب باقي بس من فوق ومن تحت اللي هو من جوه من برا شي بسيط إن شاء الله ونخلصها باقي عندنا أنا قاعد أفكر في الأرضية كيف بسوي فيها الأرضية يا رجل مهلوك علىك والله على الآخر طيب تدرون ودي أطلع علي اللي فوق نظفه ونخلي آخر شي اللي تحت هو الأصعب فمتى ما خلص يعني متى ما حسبوا لنا إن شاء الله إن يحسبوا لنا بسرعة مشكلة باقي شوفوا من جوه شوفوا حتى من جوه هذا لازم تشوف أجلس كذا سوي لازم كامل شوفوا كيف الصعوبة لنا الآن تقريبا ساعة ونص قاعدين ننظف ولازمنا ننظف في هذه الملاهي مع إنه يعني جزء كبير منها مو كبير مرة كان في الحلقة اللي فاتت مع ذلك يعيال والله شكلنا مطولين توقع يعيال حان الوقت إنه إحنا نطلع فوق خلينا نشيل السلم نقول له حط لنا في المكان هذا خلينا نطلع ونقول بسم الله ونبدأ آه يا عيال تعبت تعبت يا عيال تعبت والله تعبت يدي جاه شد عضل يا رجل لا 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 هل أقدر أطلع حلو أقدر أطلع من هنا لا لا يلا ما علي ما علي نرجع أطلع مرة ثانية ألا مرة طيبة يا عيال آه هل أقدر رش هنا على السلم اللي لنسوي بالطريقة هذه لأنه فيه في أماكن فيها تحت ما أقدر أوصل لها لا ليه يا أخي ينزل كذا على طول إش صار ألو إيش القليجات هذه باقي شي بسيط في السقف توقع أنه يعني بكذا خلاص ما عد باقي شي السقف أقصد يعني ما عد باقي شي هل هي هذه الأشياء الصغيرة ولا أشياء ثانية حلو حسب لنا السقف الآن باقي عندنا المنطقة اللي تحت طبعا الأرضية حنسوي لها بالطريقة هذه عد إن شاء الله إنها تضبط توقعون الطريقة هذه تضبط يا عيال يب تقريبا ضبطت بس يبيلها على رواقان تكون مروّق شويش يا عيال باقي شي بسيط بس ونخلص المبنى هذا ياس غيرا يا رجل يا عيال يا راسي رقبتي خاصات تعويري وقسم بالله من كثرة تركيز يا ساتر يا ساتر إيش باقي باقي لنا هذه خلينا نكملها سريع خلينا نطلع توقع هذا الشيء الباقي حلو خلصناها خلصناها يا عيال باقي لنا الأرضية وإيش كمان هل الوحش هذا في نفس الأرضية يولننا في نفس الأرضية شل وصخ عيال هذا الطين كل حلو يتنظف 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 يلا 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 على السريع يا عيال باقي عندي السائل هذا خلينا الرش نشوف هل بينظفه أبي اختصر الموضوع عشان لا طول بس والله هو جاء أشوف أنا طولت يعني بس إنه هذه شوي بيساعدنا على السريع على السريع بستخدم شكلي بستخدم كل البخاء خاتل هذا تقريبا خلص عطني البخاخ اللي بعده جيب يا حبيبي خلينا نروح من الجنب الثاني أبي أستغلوا أبغى نظف أكبر قدر ممكن بالبخاخ هذا شوف شوف وش باقي يا ساتر يا ساتر يا ساتر سوك جيب بخاخ طيب أتوقع هو من الخشب أتوقع عنه من الخشب يعيال يقول لي أنه أنا مالك وما أقدر أشتريه مرة ثانية ليه كيف عبيه طيب هل له طريقة للتعبية أوكي من هنا عرفت عرفت نروح مثلا على الخشب ونقل له ريفل أوكي أوكي الآن عباه يارب أنه فعلا يطلع خشب مو حديد والنكب إيش اللي باقي يا ساتر يا ساتر يا ساتر خلص بلاستيك هذا اللي قدامنا بلاستيك طيب هذا إيش هنا جوه بلاستيك كله حلو 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 بدأنا يعني شوية طيب أنا وين رحت قبل شوية عبيت طيب تقول نسيت أوكي لقينا يعيال اللي ينظف البلاستيك فخلونا نستخدمه هذا هو بلاستيك حلو قلينا ننظف البلاستيك على السري أوه لا تكفى يا أخي لا تخلصوا بسرعة تكفى بقيلة ترى شي بسيط يعيال ما بقيلة شي يعني شي بسيط خلص صح يب خلص خلاص مو مشكلة الشي البسيط هذا وين نكمله بالشي اللطيف هذا عدي شو نسوي شك والله أمشي أنه اختصر لنا البخاخ شي كثير شي هذا مرة ممتاز حلو حسب معني انفجعت يعيال تدرون ليش انفجع والله يعيال فيني نوف قاعد تصور آآ أوكي 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 الآن ما باقي معنا إلا الأرضيات فتوقع الأرضيات تدرونيش بسوي فيها عطني البخاخ وينها هو إش اسمها الأرضيات أوكي هذا بخاخ هاي عيال الأحمر فتوقعنا الآن حلو راكب باقي لنا بس نعبيه أوكي وين هو هذا إلا يا ساتر بخمسطعش بس ما علي ما علي همشي إنه ينظف خلص آآ نعبي مرة ثانية الله يعين أوكي على طول نسوي إلى من هنا أوكي الأرضية هذيك هل تحسب معها هل الأرضية هذه معها خلينا نشوف تنقص ولا لا هي والله معها لازم نخلصها كلها يا عيال ده مننا الكل خلينا نعبي ليش لا خلينا نشوف اصلا كم المساحة اللي عندنا تساتر هذي كلها باقي يا عيال طيب اتوقع عني بعبي اخر تعبيه يا عيال اخر تعبيه اوكي تعبي على طول كيف سوي مادر ايش سويت دفعت على طول والله ما ادري ايش ضغط لكن خليه خلص ونجرب وتوقع عني لا دفعت مرة واحدة حسب انه دفعت مرتين كنت بنجلط الارضيات كريهة يا عيال والله كريهة خلص اضغط اي توقع عني الاف اللي عبالي اتوقع عني ما خبضني لكن ذا الحين نجرب خلنا ضغط اف اف ما عبا اوكي حرف الار يا عيال على الطول يعبي لك فل فل خمسة وتسعين احمر من جد هو وشكله عندهم هذا خمسة وتسعين يا رجل اغلى بخاق هو حق الارضية اغلى شيء اووووووووه اخيرا خلصنا اعطاني ما ادري كام صار معي ستمية و خمسة. اوه يا عيال يو 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 يساتر يساتر المهم يا عيال خلصنا زي ما تشوفون. طايم يا عيال اخذ مننا وقت كبير كورة هذه ما نقدر نلعب إلا نقدر نلعب فيها. اقدر احركها بالمنفاق ذا المو يا رشاش دائم بغاها تروح بعيد المهم يا عيال هنا خلاص وصلنا لنهاية حلقتنا خلينا نسوي سكيب ونشوف كيف نظفنا عيال دائم دائم ما أقدر أشوف كم أخذ مني وقت أبيكم بس تشوفون كم أخذ مني وقت والله طولت أوكي عيال في عندنا أكثر من من شيء ممكن نظفها في عندنا سيارة غولف في عندنا بيتين فهذا واحد اثنين ثلاثة هذا بيت رقم واحد وهذا بيت رقم اثنين وهذا غولف رقم ثلاثة اكتبوني تحت في التهليقات الحقيقة قادمة إيش حابين ندخل عليه واحد ولا اثنين ولا ثلاثة هنا وصلنا لنهاية حلقتنا أتمنى أنها نالت إعجابكم نشوفكم على خير في أمان الله